اتضايقتي قوي من موضوع الماتش الأولاني للمنتخب؟ أه طبعا اتضايقتي جداً وكان ماتش بزيحة قوي لمصر الصراحة أنت أعطي تفرجتي على الماتش؟ أه كنتي قلقانة؟ يعني هو أنا من ساحات ما شفت التشكيلة وأنا قلقانة جداً لأن التشكيلة كانت سيئة قوي تشكيلة ده أنت بتتكلم يعني في صويم الموضوع؟ أه طبعاً أنا جيب لك مهيب بقى كميلي هو كيروش ما كانش بيلعب حد في مكانه أصلاً يعني أنا شفت التشكيلة ما فهمتش ومين بيلعب فين ومين هيعمل إيه يعني ليه محمد صلاح واحد بيلعب جناح من أفضل تلات لعيبة في العالم ليه بيلعبوا رقم 9 يعني ليه مهيجم صريح؟ وإنت عندك مصطفى محمد في الملعب بتلعب جناح فاللي هو الصراحة يعني ما كانش أحسن حاجة خالص إنت من الناس اللي حفلت على الإنترنت ما حفلت بقى وعندي امتحانات فاللهو خلاص آه يعني بس شكلي بقى لفترة الجارة كزي لإمتحانات أحسن الله 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 انت جالك إحباط يعني ولا هي؟ يعني هو أول ماتش مش هنقدر نحكم على المنتخب طبعاً فيه خصوياً طبعاً إحنا قدينا شفنا الملعب شفنا الأجواء في البطولة عمتاً مشكلة الكورة قديناً بارح شفنا طبعاً برضو كان في ماتش بتاع تونس ومالي مش هنقدر نحكم عن الجولة الأولى خصوياً المعظمة المنتخبات العربية في الجولة الأولى مقدمتش أحسن حاجة هو منتخب المغرب بس اللي كان كسب فممكن يعني نحكم من أول الجولة الثانية إن شاء الله أو بعد دور المجمع بشكل صحيح هتصبري تحكمي من الجولة الثانية ولا إيه؟ لأ أنا شايفة اللي هو على التشكيل ده وعلي هو الخطة اللي ماشي بيها دي بصي هو أنت صوتك واصل في المايك للناس كويس بس الصوتك واطي قوي على المسافة دي فعلي صوتك شوية عشان أنا أسمعك أنا شايفة بالتشكيل أو الخطة اللي هو ماشي بيها دي فلا مش شايفة أنا هو هيكمل مش شايفة أنا هو هيكمل أنت تتفرج على المنتخب ومعنديكيش حتة الأهلاوي الزم الكاويس صح؟ منتخب بس؟ مين أكتر راحة كان لفت نظرك في المرش اللي فات؟ اللعيبة؟ شنّاوي 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 اللي في مكانه أنا أريت الموضوع أريت الموضوع ده وحاجة اللي موجود في مكانه طبقيت اللعيبة لو هتقيميهم هتقيميهم ولا تقولي لا مش في مركزهم؟ مش في مركزهم كلهم لا متحكميش عليهم يعني أنت حضرتك قلتلي أنك كان عندك تجربة دلوقتي تعمل حلقات راديو على الإنترنت؟ بحاول يعني بحاول وعملت حلقة يوم الماتش أنا كان نفسي أسان من زي أنا أطلع أدخل إعلام بس أنا دخلت هندسة فقلت أتجه بقى أن أنا أجرب من حتة تانية أن أنا مثلا أحاول اوديشنز مثلا لو راديو عايز حد بس انت شاطر فهندسة أم لا مش نشاطر فهندسة والله؟ الحمد لله جايت جدا جايت جدا طب هاي كويس اشتغل للمهندس ومارس هويتك؟ الحمد لله هل تحكم على كيروش على طول؟ لا أحكم على كيروش على طول كيروش كيروش مستلم من شهر 9 تمام يعني كيروش بقى له شهور مع المنتخب احنا كنا بنحكم على حسام البدري بعد ثاني ماتش مش معنى يعني حسام البدري بعد أول ولا ثاني ماتش ابتدت الناس تضايئ بتاعت الناس تزعل طب عشان هو مصري طب ما كيروش ايه علاقة المصري ولا مش مصري ده تكتيك يعني هو مدير فني يعني ايه مدير فني يعني انت عندك 11 لعيب وعندك الدجة انت اللي بتنظمهم انت اللي بتقول مين يلعب فيه خطة على الورق بتاعت ماتش النيجيريا خطة كانت نازلة تمام التمام كل اللعيبة في مراكزها ده اللي كان المفروض على الورق دخلنا الماتش اول 30 دقيقة الوحيد اللي ما كانشوف مراكزه بس اللي هو مصطفى محمد كان هو ومحمد صلاح ده المفروض ده فيرود ده المفروض وين جيمين تمام لقنا الاتنين لعكس تريزي جي انا مش عارف تريزي جي بقاله 8 شهور عنده صليبي ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا لعبه 10 دقايق بس في اخر الماتش اللي فات